سياسة تصنع الاقتصاد وعدنا الوزاح أنه قبل قالت بل المالفاز تصنع السياسة يعني المالفاز تصنع الاقتصاد علاقة متعدية علاقة متعدية فضل سلامين شوف كل إجراء طرح سؤال من مستفيد منك الإجراء كان سلطة خفية كان دويل بسلطة وكان صناعة القرار وكان اللوبينغ ذوقنا نحن كسياسي كنا نحل الوقتي كان صراع نخرج من ثقافة السلطة العسكرية للسلطة المدنية ولكن سلطة المدنية مش سلطة المدنية أصحاب الأموال والوسيقاء لأن هذه الفترة الانتقالية اليوم لأنه ترح سؤال من المستفيد في تقصير وتعطيل كنت قسر مع الوزير ولا تقسر مع محافظة بنك الجزيرة صدقني كان وعنده الشجاعة يقول لك نعم لازم نفتح مصرف صحة يلا يلا لما تفتحش هني يقولك ساندي باس هني جايك هني تقولي ثقافة المؤسسة هل فعلا من يصنع القرار في الجزيرة هنا نهضر كمؤسسة هل نعنه دولة المؤسسات هل نسعي لبين المؤسسات تاهم سؤال الأخير كن معي ساري حسين وسمانيا شكل يقف وراء سوق سكوار البارونات شكل سوق السورة يوقف نعم شكل البارونات اللي ويضر ثورها نفسه هذا عبلك هذا السوق بارونات وشهل رغمت طبيب اللي موال فهمت أنا اليوم أقول لك انتك سؤال تحركه النيابة العامة هذه لأنه هذا قضية عمومية نعم وكانوا من هذا العدولة مؤسسات نلازم النيابة العامة تحرك لأنه يلافوكها شان يرعل ولكن أنا كنايب عبرت وقلت على السلطة التنفيذية أن نتحمل مسؤوليتها وكان تقصير لأنه كاين سلطة خفية مستفيدة في عدم فتح هذا المصارف اللي عبرت عليها السلطة التنفيذية بعدة مرات ولكن كجهاز الانفيذي نحمل مسؤولية بغض النظر على إيرادة السياسية هي محافظة من كل جزائر وتحت وصاية وزارة المالية وكأنه من غلق السكوار وخلى المواطن يعني هكذا ما عنده شوين يروح كأنه يقول له أيها المواطن لا تشتري العملة الصعبة فأنت تعيش بالدينار ويكفيك الدينار وأبتعيش بالدينار طرف يا أخي سر الأورو مشتع جزائري الأورو تعين شريحة شريحة يعني صغيرة جدا في الجزائر يريد شري الأورو القرار اتخذ عنده مبتين أورو 24 ساعة أما الزاد قثر من 30% من القيمة الأورو ضغم منه المستفيد يبقى سؤال مطرحة شكرا لك سيلمين عاصماني النائب مجلس الشعب الوطني على حضورك معنا شكرا لك سيئر العربي الغويني أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر مشكور جدا حضورك معنا أيها المواطنون لا تشتري العملة الصعبة هذا هو الشعاب